إلى هذا الموعد الإخباري المباشر الذي نوافيكم به من قناة العيون والبداية مع أبرز العنوين في أبرز عنوين نشر بالداخل مائدة مستديرة حول موضوع تثبيت مبادرة المغرب للحكم الذاتي على ضوء مصاري العملية السياسية بالأمم المتحدة ومن جليميم نتابع يوما دراسيا حول موضوع الاقتصادي والمجال وفي النشرة أيضا سنتابع عرضا مسرحيا لفرقة إموراجي الفكاهية احتضنه مساء أمس قصر المؤتمرات بمدينة العيون كانت هذه أبرز العنوين وإليكم التفاصيل أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان ألف أربعمائة وأربعين هجريا بعد مغربي اليوم واتصلت بجميع مندوبية شؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيتها وعليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل ثلاثين يوما ويكون فاتح شهر رمضان هو يوم الثلاثاء سابع ماي أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمل وطن والدين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء إنه سميع مجيب في موضوع قضية الصحراء المغربية نظمت جمعية الجهوية المتقدمة والحكم ذاتي بجهة الداخل ود الذهب وبشراكة مع ولاية جهة الداخل ود الذهب ومجلس الجهة وبتعاون مع عدة شركاء مائدة مستديرة حول موضوع تثبيت مبادرة المغرب للحكم الذاتي على ضوء مصاري العملية السياسية بالأمم المتحدة المائدة أشرف على تأطيرها خبراء وأساتذة وفعاليات محلية تفاصيلها في متابعة العالي حميميد ومحمد يدس هي المائدة المستديرة التي استقطبت ثل من الخبراء والمفكرين لتباحث مستجدات القضية الوطنية واعتماد قراءة مفصلة في القرار 24-68 الصادري عن مجلس الأمن الدولي والذي جاء بمكتسبات تنسجم وتتوافق مع المقترح المغربي والذي يقضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا هذه المائدة مستديرة نتكلم حول عرار 28-68 والدور الذي فيه جميع الدول الذي يمسادق على حل السياسي هو حكم الداتي الذي يرضى الطرفين ونتمنى هذه المائدة مستديرة نملك بعدد توصيات كرصيفتنا في المشتراع المدني باش نوصلوا رسائد ديانا بهذا المنبر اللي الحمد لله الجمعية متواصلة في عملها باش نحق ذاك الهدف لو بتلي فهذه الندوة هي محاولة لمواكبتها التطورات التي تعرفها قضيةنا الوطنية ومحاولة كذلك للوقوف على أهم مستجدات قرار مجلس الأمن من خلال رصد المتغيرات التي جاء بها هذا القرار والتي يمكن أن نحددها في ثلاث أو أربع عناصر العنصر الأول هو أن قرار مجلس الأمن جان أحاسما فيما يتعلق بموقف المنتظم الدولي من هذه القضية الوطنية وذلك من خلال اعتبار أن الحل الأساسي لهذه القضية والحكم الداتي وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشروع الوحدوي للجمعية المفعم بقيم الدموقراطية والوعي الجماعي والإنخراط الإيجابي والمسؤول في كل القضايا ذات الصلاة بالقضايا الوطنية للمملكة إلى مدينة قليميم حيث شكل موضوع الاقتصادي والمجال محور أشغال اليوم الدراسي الذي نظم بالمركز الجامعي بحضور أكاديميين وباحثين استعرضوا أمام طلبة هذه المؤسسة العليا جملة من المحاورة يقاربها روبرتاج حافظ محدار عياد سرتي وجمال أخصاصي الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وفرص الشغل وآليات استقطاب الاستثمارات جانب من التناولات التي أثيرت خلال أشغال هذا اليوم الدراسي الذي دعا عددا من الأكاديميين والأساتذ الباحثين والمهتمين الذين أبرزوا أيضا دور الاقتصاد في تنمية المجالات الجغرافية وتقاسموا خبراتهم في هذا الحقل مع عموم طلبة هذه المؤسسة الجامعية ممن سلكوا تخصص الاقتصاد ينظم المركز الجامعي ليقول ميم يوم دراسي تحت عنوان الاقتصاد والمجال حيث يتم التطرق إلى مجموعة من المواضيع من بينها دينامية المجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفرص الشغل اللوجستيك النقل والتنمية يحضر في هذا اليوم الدراسي مجموعة من الأساتذ الباحثين المتخصصين في المجال أي متخصصين في مواضيع ذات والسيلة بالاقتصاد والمجال أساتذ جامعين من مختلف جامعات المغرب وكذا الطالبي الدكتوراء والباحثين في الاقتصاد يشكل هذا اليوم الدراسي فرصة للطلبة وذلك للاستفادة من مجموعة من المعارف التي تهم الاقتصاد والمجال وكذلك الاستفادة من خبرات الأساتذ والباحثين في هذا المجال كما يشكل أيضا فرصة للطلبة وذلك الاكتساب معارف إضافية بالإضافة إلى إبداء آرائهم والاكتساب معارف تهمهم في مجال دراستهم وفي مجموعة من المجالات التي تتعلق بالاقتصاد يوم دراسي ينضاف إلى سلسلة من الحلقات العلمية التي سطرتها هذه المؤسسة الجامعية في إطار مسار تعزيز مكتسبات طلبة هذا المركز في تخصص الاقتصاد حلقة دراسية احتفت بالمناسبة بقيدوم عمداء جامعة ابن زهر بأقادير ممن كانت لهم إسهامات وازنة في تطوير البحث العلمي بجهة قليميم ودنون أتي هذا اليوم الدراسي تفعيل للبرنامج العلمي للمركز الجامعي في قليميم في صنظيم يوم دراسي تحت عنوان المجال والاقتصاد صراحة هو يوم دراسي أكاديمي ولكن أيضا هو تكريم للبروفيسور أحمد غلو لمسيرته العلمية والمهنية في خدمة الجامعة والبحث العلمي قاء اليوم يدخل في إطار الاحتفاء برمز من رموز الجامعة المغربية أو الأستاذ أحمد غلو الذي أوشك على التقعوده بالإضافة إلى ذلك فلقاء اليوم يتمحون حول الاقتصاد والمجال والذي ينظم بمشاركة مجموعة من الأساتذة والباحثين في شدة المجالات التي تقتبط من طبع الحال بتنمية المجال هي حلقة دراسية إذن تشكل مساهمة في تعزيز مكتسبات طلبة هذا المركز الجامعي ودعم تحصيلهم العلم من خلال برنامج موازي لما هو مقرر من محاضرات ودروس موزعة على مدار الموسم الجامعي تخليد العالم لليوم العالمي للممرد والذي يتزامن مع الثاني عشر من شهر ماية أشرف المعهد العالي للمهن التمريدية وتقنيات الصحة بمدينة أو على تنظيم لقاء تواصلي أبرز أدوار الممرد داخل المنظومة الصحية والطبية والمجتمع ككل واللقاء كان في مدينة العيون تفاصيل أوفى في متابعة محمد التاروزي ومحمد مولود ما لا يخاف قبيل تخليد العالم ليوم الممرد بنحو أسبوع أطر وطلبة المعهد العالي للمهن التمريدية وتقنية الصحة قرروا ومن ثم نظموا تخليد هذه المناسبة لتسليط الضوء على أدوار الممرد في الحياة اليومية للمواطنين والسبل تطوير عمله وتحسين الخدمات التمريدية في ظل متطلبات العمل الصحي الذي يرتبط بحياة المواطن وسلامته نخلد هذا اليوم بيوم علمي ودراسي في فترة صباحية في تخلص المجموع المداخلات الساددة والسادات منها دور الممرد في التقضية الصحية ودور الفاعل الذي يقوم به ومداخلة أخرى بالنسبة لدور الممرد في الجماعة شارك فيها ثلاث من الأساتداء والأطباء في مجال التغطية الصحية الشاملة وكذلك في الصحة الجماعتية مشاركتي كانت من أجل تعريف بالتغطية الشاملة الصحية وكذلك دور الممرد في تسهيل الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية اليوم كان نحشف له بيوم العالمي الممرد كذكرى عالمية قمنا اليوم بعض الندوات في الفترة الصباحية لتناولت عدة مواضع عدة مواضع التي ستستفد منها الطالب وستزيد من تنمية قدرشه يوم عالمي للممرد قد لا تكفي فقرات تحسيسية أو كلمات تذكيرية أو حتى تنويهات بعمله داخل المنظمة الصحية اليومية لإفائه حقه خطوصا وانطرحت في المقابل أدواره واختصاصاته في التمريض والتحديات التي يعيشها داخل المؤسسات الطبية في الشأن التربوي نظمت المديرية الإقليمية لثقافة بفضاء المكتبة الوسائطية ببجدورة الدورة الأولى لملتقى القراءة والقصة القصيرة بتعاون مع جمعية أساتذة اللغة العربية ببجدورة تحت شعار القراءة ضرورة أبدية الدورة تضمنت ورشات ومسابقات وندوات من تأطير أساتذة اللغة العربية تفاصيل أوفى في سياق روبرتاج بريغين العروسي ومحمد شارة الملتقى الأول للقراءة والقصة القصيرة يعد فرصة للقاء ثل من التلاميذ الذين جمعهم شغف المطالعة بهدف إغناء التجارب وسقل المواهب مواهب تجد ضالتها في مثل هذه اللقاءات الثقافية الملتقى يجمع بين البعد التكويني من خلال مجموعة من الورشات في كتابة القصة القصيرة والبعد الإبداعي الذي يتجلى في جلسات قرائية يلقي فيها المشاركين والمشاركات إبداعاتهم هذا فضلا عن ندوات حول موضوع القراءة وهي بالنسبة لهذا اليوم هو مناسبة مثلا لمحاولة الحد من ظاهرة ما يسمى بالعزوف عن القراءة وتشجيع التلاميذ والطلبة على المطالعة وعلى القراءة وعلى التأليف وفي نفس الوقت فتح علاقة جديدة مع مكونة المجتمع المدني المكلفة مثلا بالكتاب والقراءة وجعل مثلا هذه المناسبة هو سبب اللقاء تواصلي وفتح أفاق جديدة من نسبة الطلبة والحمد لله أني قد حست على المرتبة الأولى في كتابة القصة القصيرة على مسواء الإعدادي وقد سبق هذا الإعلان تحسيس بأهمية القراءة وكذا إشارة إلى أن الكل فائز لأن الكل حاول وأشجع على القراءة لأنها تنمي مهاراتنا في الكتابة كانت أجواء المسابقة أجواء جيدة ورائعة فوجئنا طبعا بعدد كبير من التلاميذ الذين أبانوا عن جدارتهم في مجال الكتابة وهذا أكيد سيكون مرتبطا بإقبالهم على القراءة كانت أيضا أجواء الاحتفال بتوزيع الجوائز أجواء جميلة الجمعويين وأساتذة اللغة العربية والأباء والأمهات والمشاركون في المسابقة الذين أبانوا فعلا أنهم استفادوا من خلال ورشات التي قمنا بتقديمها لهم هكذا يكون العمل الثقافي التربوي قد واصل حركيته بهذا الملتقى في نسخته الأولى المنظمة تحت شعار القراءة ضرورة أبدية في انتظار تنظيم ملتقيات مماثلة من شأنها إغناء الساحة الإبداعية الثقافية في موضوع متصل نظمت فرقة الشرطة التقنية والعلمية بولاية أمن العيون يوما تواصليا لفائدة عدد من تلاميذ الإعدادية الثانوية التعاون اطلعوا من خلاله على عمل الفرقة وكيفية اشتغالها إلى جانب الأدوار المهمة التي تختص بها اليوم الدراسي يأتي مواكبا للمقرر أو للمقرر الدراسي لتلاميذ السنة الثالثة إعدادية المقبلين على الامتحانات في إطار البرنامج المقرر لدى التلاميذ السنة الثالثة المسائل التي يقرأوا في القسم على الرواية البوليسية في الشأن الحزبي وبمبادرة من المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية جريميم ودنون والتمثيلية المحلية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بيزاك نظمت دورة تكوينية تناولت موضوع التكوين المهنية والمصارات المهنية أية آفاق على المستوى الإقليمية ذورة تقام بتنسيق مع التمثيلية الإقليمية للحزب بأس الزاك والتفاصيل في متابعة حافظ محضارة عياد السرتي ومحمود الشراكي واقع العرض تكوين بإقليم أس الزاك عموما وبحضرة الزاك تحديدا وسبول تعزيز هذا العرض وتوسيعه بما يخدم أمال وتطلعات وميولات شباب المنطقة محاور تناولتها مداخلات مؤطر أشغال هذا اللقاء الذين عددوا أيضا مبادرات قيادات الحزب على مستوى الإقليم والجهة للدفاع عن انتظارات أبناء المنطقة على مستوى قطاع التربية والتكوين والضرورة الملحة التي تمليها حاجة الإقليم إلى تخصصات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والمهني السينمائية اليوم الدراسي طبعا الهدف منه هو تغيير تمثلات عن تكويل المهني لكي ينظر لها الكثير من الناس سواء نفسها سواء نفس الزاك سواء نفس الزاك أو في المناطق الجنوبية كاملة على أنها هو خيار الفاشلين أو خيار الناس اللي يفشلوا في التعليم الرسمي الواقع أن تكويل المهني هو خيار ومسلك مهني الوحده يوازي الخيار الدراسي هذه واحدة الثانيا الهدف الثاني من هاليوم الدراسي وهو إحداث مسارات جديدة تتلأموا سوق الشغل بمعنى أننا نفكره في تغيير تخصصات الموجودة على صعيد اقليم أسال الزاك والجهات الصحراوية الثلاث في مجال تكويل المهني باشتما شمع متطلبات العصر والمهل الجديدة اللي ربما نحتاجها غدا يوم دراسي مهم حول الإمكانيات التي يوتيحها التكويل المهني اليوم بالمغرب شبيب اليوم ومعها حزب تجمع الوطني الأحرار في لقائنا مفتوح مع ساكنة إقليم أسال زاك تناولت بالنقاش والتفاعل كل هذه القضايا التي يتيرها هذا الموضوع الهام طبعا في أفق أن الجهاد يالجهاد قلبيم ودنون أنها تكون في عمق هذا النقاش وتكون تهيئة استفد من عرض مهم جدا في مجال تكويني المهني حزب تجمع الوطني الأحرار يواكف هذا النقاش بكل فعالية ينخرط فيه شباب تجمع وعي أيضا بالقيمة وبالأهمية لهذا الموضوع هذا اليوم الدراسي كيأتي في إطار بطبيعة الحال بالبحث عن خلق نواة جديدة وإحداتها من داخل مدجمعة الزاك اللي كتف تاقر بطبيعة الحال لهذا المجال هي التكويني المهني اللي هو يسعى إلى خلق فرص جديدة للشغل للشباب خاصة أنه الغالبين الخرجي اللي عندهم خرجي الجامعات رفعنا شعار التكوين المهني مطلب مجتمعي لأننا فعلا في حاجة مسة لهذا الموضوع هذا المشاركون في أشغال هذا اللقاء الإخبار أوصوا بضرورة توفير وحدات متنقلة للتكوين المهني بالنظر لشساعة مساحة هذا الإقليم الحدودي في أفق إحداث نواة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالجماعة الترابية للزاق اجتماعيا وتحت شعار التماسك الأسري حصانة للمجتمع نظمت جمعية منتدى جريف لسقل المواهب بدار الثقافة بالداخل ندوة علمية حول موضوع الدور الثقافي في محاربة ظاهرة التفكك الأسرية تفاصيل أوفى مع العالي حميميد ومحمد يدس باب التفكك الأسري الذي أصبح يهدد أبنى واستقرار العائلات والبحث عن حلول عملية للحد من هذه الظاهرة محاور سلط عليها الضوء من خلال هذه الندوة الثقافية التي أطرى خبير في العلاقات الأسرية ويهدف من خلالها منظمها إلى توعية الحاضرين بالقضايا المجتمعية وآثارها السلبية في هذا الإطار نحاول أن نقارب الظاهرة من منظور اجتماعي ونستشهد برواد هذا العلماء الاجتماعي كماكس فيبر أو يميل دور كاييم الذين أكدوا أن الأسرة هي اللبنة الاجتماعية الأساسية التي ينبني عليها المجتمع ككل نحاول في هذا الإطار وبإضافة الدكتور المؤثر للدورة أن نقارب كذلك الموضوع من ناحية برمجة اللغوية العصبية ومعاملتنا مع الأبناء للحد من هذه الظاهرة والعمل على بناء أسرة ناجعة تدفع بمجتمعتنا إلى الأفضل البرمجة اللغوية العصبية تمكننا من التواصل جيد مع ذواتنا ومع الآخرين ومع أبنائنا لا سيما إذا عرفنا أنظمتهم التمثيلية بمعنى هل هم بصريون هل هم سمعيون أم هل هم حسيون النقطة الثانية نتواصل معهم أكثر إذا عرفنا برامجهم العقلية أي الميتا بروغرامز ما يسهل توجيهنا لهم ما يسهل تسهيل الطريق عليهم من أجل تحقيق أدب واختتمت هذه الندوة بتكريم المحادر عرفان من المنظمين بمجهوداته وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تدخل في إطار الأنشطة التي تقوم بهذه الجمعية والتي تعد من أولوياتها نظمت المديرية الجهوية لوزارة شبابي ورياضة بالعيون لقاء تواصليا حول البرنامج الوطني للتخييم اختارت له شعار العيون محطة التقييم والإعداد التفاصيل في متابعة محمد بتاح والحنفي بيبة شكل العرض الوطني للتخييم محور لقاء التواصلي عقد اليوم بقاعة قصر المؤتمرات بالعيون بمشاركة الجامعة الوطنية للتخييم ووزارة الشباب والرياضة والجمعيات والمنظمات المهتمة بمجال التخييم بجهة العيون الساقية الحمراء حيث قدمت عروض مهمة أبرزت أهمية ورش التخييم الذي يحظى بالرعاية الملكية وبمشاركة جميع القطاعات الوزارية اعتبارا للدور الكبير والرسالة النبيلة التي يقدمها المخيم باعتباره مدرسة الحياة والتربية على المواطنة والقيم السمحة المحطة للعيون بالجهة هي محطة تقييم والإعداد للبرنامج وطني عطل الجميع في نسخته 2018 والإعداد لـ 2019 أولا هذا اللقاء يتمشى مع التوجه للوزارة باعتبار أنه تعتمد على المقاربة للتدبير للبرنامج جهويا باعتبار أن الجهة لها مكانتها في التدبير الجهة كتمشى مع توجهات العامة للمملكة لجاء بيض دستوة 2019 باعتبار أن الجهوية هي مدخل لأول انتكافؤ الفرص ولخدمة القرن هذا اللقاء التقييم الإعدادي للبرنامج الوطني التقييم ومجالاته اللعقة المديرة الجهوية بتحت إشراف ولاية جهة العيون الساقر الحمراء وبدعم من شركة فوس بقرع وبتنسيق مع الجمعية العاملة في مجال التقييم ارتقينا على أن ننظم هذا اللقاء من أجل أولا الوقوف على مكامل خلل السنة الفارطة والإعداد الجيد لنجاح البرنامج الوطني خصوصا في جهة العيون الساقر الحمراء وكانت فرصة أمام الجمعيات التربوية والمنظمات الكشفية بالجهة المهتمة بمجال التقييم تقديم جملة من الاقتراحات والأفكار الهادفة إلى تجويد الخدمات المقدمة للطفولة والشباب من خلال الجلسة العامة المفتوحة التي تميزت بمساهمة الفعالية المحلية في إغناء النقاش أحتي في سياق اللقاءات التواصلية التي تنتم مع الفاعلين الجمعويين التي تستطيع بخصوص إلى تقييم التجربة التخيمية وإرساء قواعد جديدة لتنشيط السوسيوطرباوي بالمغرب وإذن استماع إلى ملاحظات الفاعلين الجمعويين جد فرحانين بهذا اللقاء اللي معدلتوا الوزارة وجد فرحانين حتى القرب اللي قربوهم حذانا اللي نستاشروا معهم وتكلموا معهم ونوضحوا ياسر من النقاط اللي كنا في غياب مما نعارفينها وقدمت خلال هذا اللقاء التواصل المنظمة تحت شعار العيون محطة للتقييم والإعداد من طرف ولاية العيون ومديرية الشباب والرياضة وفوسبوك رع مجموعة من التوصيات التي تترجم انشغالات الجمعيات والمنظمات بمجال التخيم والعرض الوطني العطل للجميع في الخبر الفني احتضن مساء أمس قصر المؤتمرات بمدينة العيون عرضا فنيا لمجموعة إمغاجي يحمل عنوان داركم العرض جاء بتعاون مع مندوبية وزارة الثقافة وولاية جهة العيون إلى جانب مؤسسة فوسبوك رعا عرض فني شهد حضورا جماهريا كبيرا تفاصيله رفقة محمد لميل قارح وعبد الله المحمود مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب الذائعي الصيد على المستوى الوطني خلقوا الفرجة لجمهور مدينة العيون من خلال هذا العرض الذي يعالج مواضيع تتعلق بالحياة اليومية للمواطن البسيط في قالب فكاهي ترفيهي أو ما يعرف بالكوميديا الهادفة الحمد لله العرض رائع جدا وراقي راقي الوحيد مستوى عالي لأننا اول مرة نجيب المدينة العيون صراحة تصدمنا لأننا هلقينا جمهور كبير 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 متبعنا وهذا يعني حافز لنا أننا نرجعون إن شاء الله باش نديروا سبكتاكل واحد آخر هنا قريبا بإذن الله الحمد لله اليوم سبكتاكل في العيون داز في أجواء عالية صراحة تصدمنا بزاف الجمهور المسaquة تصدمنا من يودج إلى العيون غير لن يزوج الذين هذرون كانت كبيرichtig يشرفنا ورقينا المنزلون في الآخر هنا ولotch 1985 المراد من هذا الحفل هو المفرجة والمتعة والإضافة نوعية على مدينة العين باعتبارها أصبحت استقبل مثل هذه الأنشطة التي تعطي إشعاعاً كبير للمدينة العين جمهور غفير من مختلف الفئات العمرية حضر الاستمتاع بالعرض المصرحي حيث تفاعل بشكل كبير مع مختلف فقراته عرض مسرحي لاقى استحسان الجمهور جينا اليوم هنا باش نحضروا واحد السبيكتاكل دي مغاجي دي الواحد الفنانين اللي هما مشهورين على السائد المغربي وكان واحد الحضور اللي هو كبير ونشطنا احنا فرحانين بزاف هذا السبيكتاكل وحنا بصرح في المغربي في العيون في تقرن هاد الأشياء بحلقة وكنتمنى أنه مرة ومرة أخرى يتعاود بحل هذا الشي حيث احنا كنفرحوا وكنتسكين هذه العيو كاملة كتفرح احنا فرحانين بدل حوضور اللي كان هنا في المدينة العيون وفي المهرجاء الكبير اللي شرف في المدينة العيون بعد ما شفنا بزاف دي الفنانة اللي كنشوفوهم في الإداعة التلفازية اللي ما معروفين اللي وكنتسمى فارق موراجي وكنتمنى الفرصة تكون دائما في العيون احنا نشوقين باش نشوفو مازال فنان الكبار الممتلين والمغنيين أمسية فنية نجحت في خلق جو من الفرجة والمتعة لشباب المدينة على أمل أن تتكرر مثل هذه المبادرات الفنية والثقافية مستقبلا ما بين دفتي جديد صحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لزميل عياد سرتي نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غدين الاثنين من يومية الصباح وكتبت شهد الأحد الماضي العديد من الأحداث المتسارعة بمخيم الرابوني حيث تجمهر العديد من الصحراويون المطالبون بإلغاء إجراءات الاحتجاز الجديدة التي فرضت عليهم الصباح كشفت أن عدوى الحراك الجزائري انتقلت إلى مخيمات تندوف حيث يطالب المحتجون بأبساط الحقوق صحيفة هيس بريس الإلكترونية كتبت أمام التساع رقعة الاحتجاجات المتواصلة منذ أسبوع بمخيمات تندوف لجأت جبهة البوليساريو إلى لغة التخوين والتهديد في حق المتظاهرين السلميين المطالبين بحرية التنقل ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على الأراضي الجزائرية قياد في جبهة البوليساريو وفي رسالة صوتية وصف الصحراويين المطالبين بحرية التنقل وفك الحصار بالمرتزقة والعملاء والخوانة داعيا ميليشيات البوليساريو إلى الضرب من يد من حديد على هؤلاء المتمردين الصحراويين يومية الاتحاد الاشتراكي كتبت في عددها ليوم غذين الاثنين أوقفت السلطة الجزائرية كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار السابق للرئيس الجزائري والجنرال محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الجزائرية والجنرال بشير ترتاق الرئيس الأسبق للمخابرات وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن توقف السعيد وتوفيق وترتاق سببه تأمرهم على الحراك الشعبي الذي انطلقه يوم الثاني وعشرين فبراير الماضي وأطاح بوتفليقة بعد عشرين عاما قضاها في الحكم ومحاولة دفعه إلى مسار دموي وبناء على وجود أدل قاطع بتورطهم في محاولة إجهاض الحراك الشعبي وتأمرهم عليه بالتحالف مع أطراف أجنبية صحيفة برلمان كومال إلكترونيا كتبت وجهت رئيسة اللجنة الرابعة والعشر للجمعية العامة للأمم المتحدة دعوتين رسميتين للممثلين المنتخبين عن الصحراء المغربية للمشاركة في الندوة الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي نظمتها اللجنة في غرناطة من الثاني إلى الرابع من مايو الجاري وتعتبر هذه هي السنة الثانية على التوالي التي ترسل فيها الأمم المتحدة دعوات إلى الممثلين المنتخبين عن الصحراء المغربية وهم محمد أبا نائب رئيس مجلس جهة العيون الساقي الحمراء وغلب هي نائبة رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب للمشاركة في أعمال اللجنة الرابعة والعشرين بصفتهم ممثلين شرعيين وديمقراطيين لسكان الصحراء المغربية انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد علي ولد كمال عن سن يناهز أو تناهز الثمانين السنة المرحوم ينتمي لقبيلة أزرقيين شتوكا وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم علوى ولد عزات عن سن تناهز ثلاثة وسبعين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة الرقيبات السواع دولاد بوسعيد كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم بوجمعة ولد الرقراغي ولد محمد ولد الخراشي عن عمر يناهز اثنين وسبعين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أولا تيدرارين ليدات وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد ولد جامع ولد حبيدة عن عمر يناهز اثنين وستين سنة الفقيد ينتمي لقبيلة يقوت لعبيدات كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحوم السالم من تنبارك التومي عن عمر يناهز خمسة وثلاثون سنة الفقيد تنتمي لقبيلة ايتوسا ايتبو جمعة تغمض الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون نتوقف وإياكم مشاهدين اللحظة مع الورقة الخاصة بأحوال التقس ليوم غد بمشيئة الله حيث سيظل التقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بالمنطقة درجة الحرارة نستهلها من العاصمة الرباط وثلاث وعشرون درجة عشرون درجة بسد افني تسع وعشرون بقريميم ثلاث وعشرون درجة بكل من الطنطان وطرفايا أربع وعشرون بالعيون اثنان وثلاثون باسمارة وكذلك ببقراء فيما ستسجل خمس وعشرون درجة بوجدور ثلاث وعشرون درجة مرتقبة بالداخل خمس وثلاثون بكل من أم دريقة وأوسرد ثلاث وثلاثون بقلت الزمور وثمان وعشرون درجة بالقويلة حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون على العموم قليل الهيجن شرق الشمس بمدينة العيون سيكون على الساعة السادسة صباحا واربعة عشر دقيقة فيما الغروف من المرتقبي أن يكون بحول الله على الساعة السابعة مساء واربعة وعشرون دقيقة فيما يخص درجات الحرارة المسجلة ببعض المناطق المجاورة لبلدنا ستون وثلاثون درجة بتندوف أربعون درجة بالربوني أربعون وثلاثون بزويرات وانواكشوت أربعون درجة بآطار واحد وأربعون درجة بتودني أربعون وأربعون درجة بكيهيدي خمس وأربعون درجة مرتقبة بباماكو ولمن فاتته متابعة مضامين هذه النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها تابعنا من الداخل مائدة مستديرة حول موضوع تثبيت مبادرة المغرب للحكم ذاتي على ضوء مصاري العملية السياسية بالأمم المتحدة ومن قليميم تابعنا يوما دراسيا حول موضوع الاقتصادي والمجال هذا وأوردنا في نشرتنا المباشرة عرضا مصرحيا لفرقة إيموغاجي الفكاهية احتضنه مساء أمس قصر المؤتمرات بمدينة العيون وإلى هنا مشاهدين نكون قد استوفينا موادنا لإخبارية نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله وحفظ ترجمة نانسي قنقر